هيدا المشروع بيتكل على شي اسمه شحالي نحن وفقنا هيدا المشروع لانه شفنا فيه منفعة عامة ادد فاليو بيعطينا يعني هالرازده اللي بده يبقى عندك اللي هو سبعين بالمئة مش عم بيفرز اللي فيه منه قسم هيدا عم بيعالجه عم بيعالجه طي طلع منه سويد وهالسويد بروح للزراعة بفيد الزراعيين وهيدا سويد هو قريد اي عم يكون بنفس الوقت شفنا انه هيدا المشروع بيساعد بشريا بشريا يعني انت عم بتنمي الإدراط البشرية الجرين ليبل كامبايز نحن حبينا نشارك فيها لانه هي بتفيدنا وبتفيد المزارعين امامها اللي هي نحن بنعطيهم كلاشي من عنا الخضراء الويس طبعهم الماتير أورغانيك اللي هني بحاولوها لسميد بيستفيدوا منها كمزارعين شاركت بي هالفيديو والحمد الله ربحنا واليوم ركبناها وتعلمنا عليها وانا بحب الزراعة كتير يعني وبحب تضلي بمجال الأورغانيك يعني ومعفوض بيوحسب ميويات هيك فحبت انو كتكومبوست مشي عم نكبه نستفيد منه بالأرض الكمبوستر هو شغلته يحول كلشي زبالة عضوية اللي بصع عنا من البيوت لكمبوست هذا الشي المنتج بنجا عم نستعمله بالأرض بهو مغزل الأرض وهو مساعد للنباتات يطيعته الإنتاج أحسن كنا قادين ووجد مرة قطعت الجامعية ده بعرونيم عواد نزاتنا برميل كرميل نفرز بين الأورغانيك والمواد الحادة وهيدي بس نحط فيها الأورغانيك عم بتلوح الأورغانيك على الحبالين على المكعب تنفرز تنعمل سويد وتقو يرجع هوز المزارع بحاد زيته ياخد السويد يزرع والليجوم والفرويل اللي بيطعوله عم بيرجع يبانيها بطريقة بسارة كتير مدروفة أعطينا نتيجة حلوة كتير بالمدارس أكتر من المنازل لأنه الولد كتير بيأثر على أهله وهو اللي بيفرض على أهله أنه يفرزوا بالبيت وهيدا الشي النشاط اللي اشتغلناه نحنا بالمدارس وعمل ليلون رالي وعمل ليلون فرز فرزوا الولاد قدامنا بس لهون كفوف وهيدا وكممات وفرزوا وكانت النتيجة كتير حلوة ومن أهم الرسائل اللي بتسعى لتحقيقة مؤسسة رونام عود هو المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة وخلق فرز عمل طيب اللبناني بأرضه اشتركوا في القناة